موسيقى 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 مالك بقى بحقه حقيقي يملك علينا ويكون طول بعرض كده وحاجة يعني كده تملل يعني كده حاجة تملل عين بقى فصمويل زيعل جدا وتخارل هم يعني رفضين وهو قالوا لا ربنا قالوا لا ما تزعلش ربنا نشوف قد ايه طيب وحنين يعني قالوا لا بص ما تزعلش هم مش رفضينك انت يا صمويل دول اللي رفضيني انا انا اللي بملك عليهم من خلالك حاتش فينا يفتك ان هو بيعمل حاجة من نفسه ده ربنا هو اللي بيملك ربنا هو اللي بيقود يعني مفتكش ان انت حضرتك بحكمتك وخبرتك وبكل وبكل التعلمته يعني ان انت بتقود البيت حتى او حتى بتقود نفسك لا ده ربنا يسوع المسيح كلما سبت له حاجة في ايده كلما كان الامور نجحة لكن هم طلبوا نبي اسمه مالك فقالوا خلاص انا هدبر لك مالك هنقرأ بقى للصرحة ده يشوف ازاي تدبيرات ربنا يعني هو فيه تدبير هنقرأ قصة كده من خلالها او بسببها اتقابل اول مع صمويل كويس؟ وده كان تدبير ربنا تعالوا يقرأ كده بعدين نقف عندك كل شوية كل محطة كده نقف بيقول احنا للصحة التاسعة خلاص بيقول وكان رجل من بنيمين اسمه قيس ابن ابيئيل ابيئيل ابن سرور ابن بكور ابن افيح ابن رجل بنيميني جبار بأس وكان له ابن اسمه شاول شاب ناخد باننا من حاجة هو ايه ذكر بالزبط النسب بتاع شاول عشان لقل يظن ان اصل كلمة شاول دي كانت تريبا حاجة اسم من الاسم المشهورة يعني أياه ربنا مين، أكتر احد شاول تانى ما مسكور في كتاب مقدس؟ أكتر شاول تانى، أكتر اشهر شاول تانى بعد دا مسكور في كتاب مقدس مين؟ مين ها. أعضر بوضس كناس مها شاول؟؟ بوليس شاول الترصوص، شاول ترصوص شاول الترصوصي نه أفب فدي ف فريت فريت يعني إخبار شوية بسيط بودتس كناس مها حين لكن ده شاول شاول ده كان ده اسم من الأسامة المشهورة هناك فالروح القدس أصر هنا إنه هو يذكر بالزبط الناس بتاعه شنقول هو ده مش حد غيره هو شاول ده اللي بنصبت بن يمين كان الرجل ده كان رجل بن يميني جبار بأس الرجل ده بقول كان له ابن اسمه شاول شاب وحسن ولم يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه كويس هو بيكلم عن أني حسن هنا الشكل وسين كويس وقوي وطويل وكده كويس من كدفه فما فوق كان أطول من كل أكبر أطول بأحب فضلت أتن الأتن هل تعرف الأتن أخذ الحمارة الصغير كويس فضلت أتن قيس ابن أبي شاول تاهد منه الحمارة دي فقال قيس لشاول ابنه خد معك واحدة من الغلمان خد واحد من العبيد وقم اذهب فتش على الأتن فعبر في جبل إفرايم ثم عبر في أرض شليشة فلم يجدها نخبرنا من حاجة دي أتن دي يعني حمارة صغير يعني مش هينفع أنه يمشي في الحيطة دي يعني لكنها تدبير تدبير ربنا تدبير ربنا ثم عبر في أرض شليشة فلم يجدها ثم عبر في أرض شعليم فلم توجد ثم عبر في أرض بنيمين فلم يجدها ولما دخلا أرض صوف استحال يعني أتن هتمشي كل القرى دي دي مش سهلة مش حتى مش زي القرى بتاعتنا في مصر دي جبال وعرة وطلعة ونزلة ودي أتن دي أحمر صغير كويس ما عندوش قوة ما يمشي في المناطق دي ولكنه تدبير الله ولما دخل أرض صوف قال شاول لغلام والذي معه تعالى نرجع لقال لا يترك أبي الأوتن ويهتم بنا تعالى نرجع بقى دي احنا تأخرنا قوي لحسن أبو يسيب الحمار ويقع الضار علينا احنا كمان اقول لك ان احنا كمان تهنى فدخلني نرجع بقى وخلاص فقال له وزى رجل الله بصمال غلام هنا ربنا قادوا هنا بقول له وزى رجل الله في هذه المدينة والرجل مكرم كل ما يقوله يصير لنذهب الآن إلى هناك لعله يخبرنا عن طريقانا التي نسلك فيها هم عحلين يعملوا ايه يدوروا ايوا بيدوروا على الحمار فرحين يسألوا النبي هو فين الحمار على اعتبار يعني ايه يعني برضو استخدام مش صح رجل الله لكن اه دي احتياجاتهم المادية يعني زي اللي بيقفوا قدام ربنا ومعندوش في فكره وفي أعماقه إلا أمور أرضية فبيطلب من ملك الملوك كل الأمور الأرضية هو فاهم الكلام ده هو عارف هو عارف الكلام ده وعايزك تطلبه حاجة تانية هنفهم ده كويس فقال شاول للغلام هو زي نذهب فماذا نقدم للرجل هنروحه بقى هنقدم له ايه برضو برضو فكر أردي هو فكر فكر هتو خد ناخد بنا من نقطة دي كويس قوي وانت رايح للرجل الله اسمه رجل الله ايه اللي ممكن تطلعه من جيبك تدهوله هيوفي حتى اني ادي لك نصيحة ده جامل عند ربنا حتى لو قال لك نصيحة حتى لو قال لك فين القوتن دي برضو مش هتساوي العطية اللي تدهاله مهما كانت قيمة ليه لنها جامل عند ربنا فهو برضو فكره اردي فقال شاول الغلام هو زي نذهب فماذا نقدم للرجل لان الخبز اللي قد نفد من اوعياتنا معناش عيش معناش حاجة وليس من هدية نقدمها لرجل الله فماذا معنى فعاد الغلام واجاب شاول وقال فوقعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريقنا انا هتدي له ربع جنيدة وخلاص هو هيكلمنا عن طريقنا برضو العلاقة مع ربنا مش كده يا جماعة العلاقة مع ربنا مش كده مش هتخد مش هنا هعمل كده عشان تديني كده مش هي دي مش كده صح؟ بس ده فكر أردي سابقا في اسرائيل ها بشرح حتى النقطة ينا صغيرة بقول سابقا في اسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله هلوم ما نذهب إلى الرأي يقولون دي دي التراديشن يعني روح القدس يقول لنا ده التراديشن بتاعهم هم كانوا بيروحوا لرجل الله ويسمون رأي ما كانوا يسمون نبي يسمون رأي كويس؟ يقول لنا عشان يقول لنا فين؟ لأن النبي اليوم كان يدعى سابقا الرأي فقال شاول غلامه كلامك حسن هلوم ما نذهب فذهب إلى المدينة التي فيها رجل الله وفيما هما صعيدان في مطلع المدينة صدف فتيات خارجات لاستقاء لاستقاء الماء فقال لهن أهون الرأي فأجب أنهن أجبنا هما وقلنا نعم هوذا هو أمامكما اسريع الآن لأنه جاء اليوم إلى المدينة لأنه اليوم زبيحة للشعب على المرتفعة هما كانوا بقدموا زبيحة الزبايح بتاعتهم على المرتفعة للمكان عالي عشان كل الشعب يقدر يشوف الزبيح فكان بيبقى مكان عالي عشان يرفوع عليهم من ربنا ودي برضا نقطة حلوة كم مرة في اليوم بترفع رأسك كده تفكر كده كم مرة في اليوم بترفع رأسك كده كم مرة كم مرة في اليوم يمكن تعد علينا أيام وأسابيع ما نرفعش حتى عينينا نبص شكل السماء شكل أعمل إيه صح يمكن تعد عليها ليه مهمومين كده موطين في الأرض فكانوا بيحط الزبايح فوق عشان ناس ترفع عينها كده الفوق وتطلب المعونة من عند ربنا بيقول رفعت عيني إلى الجبال عايز يقوله إلى الزبيحة الموجودة عمار رفعت عيني إلى الصليب الصليب أعلى حاجة فوق ليه محطوش هنا معروسة ناشية يقول لها هوذا صوت الجميل أريني وجهك اسمعيني صوتك هوذا وجهك جميل وصوت الجميل كويس ليه فيه نوع من العلاقة من العلاقة بينا ربنا بيحاول من العهد القديم بيحاول يوجد العلاقة دي معنا مش قادرين نستوعبها لحد دلوقتي لحد اللحظة دي احنا مش قادرين نستوعبها علاقتك معايا مش على مستوى الأخد والعطى هات وخد هات وخد أنا عملت مستني أنا ديت مش كده مش كده ده حب تعالوا مكمل عدد 13 بيقول عند دخولكم المدينة للوقت تجدانه قبل صعود هما البنات دول كانوا بيكلموه الحق ده رايح يرفع الزبيحة فوق قبل ما يطلع قبلوه هو ما يشوف السك لأن الشعب لا يأكل حتى يأتي يقصد بكلمة الشعب دي اللي هم وجهاء كانش أي حد يقدر يحضر حياتة المرتفعة دي إلا الناس اللي هم الشيوخ الكبار اللي هم أولاد الناس الكبار بتوع البلد كبرات البلد الأحبار الكبار كويس هم دول اللي بيتلموا حوالين المرتفعة أو حوالين المجدى اللي عليها الزبيحة دي هنعرف دلوقتي لأن الشعب لا يأكل حتى يأتي لأنه يبارك الزبيحة هو لا يبارك الزبيحة بعد ذلك يأكل المدعوون فالآن إصعيدة وناخد بنا من النقطة دي بردبول يأكل المدعوون ما هو مش أي حد مش بينادي على أي حد أما دلوقتي في كنيستنا الكنيسة بتعمل إيه عصريب فاتح إيدوا كل الناس كل حد مدعو كل حد مدعو العهد القديم لا مش العهد القديم لا ما هواش كده ناس محددة معينة كده وما دل الكنيسة مفتوحة كل الناس كل حد خلاص يأكل المدعو فالآن إصعدة لأنكما في مثل اليوم تجدان زي النهاردة الأسبوع جاي يعني عبر ما توصلوه يكون عدة أسبوع هتلقوا فصعد إلى المدينة وفيما هما أتيان في وسط المدينة إذا بصموئي خارج للقاؤهما ليصعد إلى المرتفع كويس ناخد بنا من حاجة لحد الوقت الله behind the scene تحس إن ربنا هو اللي بيقود الدنيا بيرتب الأمور ولكنه مش ظاهر لا سمويل عارف سمويل حط الطلبة قدامه الشعب عايز كذا حاضر أنا هجيب له مواعد وخلصنا إمتى ومين وفين وإزاي رب ماش عارف ده وضع ده حال سمويل كويس ما هواش عارف لكن قال لهم خلاص انتوا اللي انتوا عايزينه أنا هعمله ايه هو هاخطه هاخطه بس مش عارف ربنا من ردش عليه حد اللحظة دي قتال ربنا عمل ايه وبعدين ربنا قال له بص ما تزعلش أنا هتدبر لك واحد طب فين بقى هو يا رب رد علي طب قول لي كلمة دي عملي أفيش أي حاجة سابه خالص عدى أسابيع وشهور هو ربنا عمال من ورا كده عمال يرتب ويدبر أمور وابتداها بحاجة صغيرة القتال اللي طعم منه ده كويس بص بقى هنا هنتغرف ازاي ربناك بيدبر عدد خمسة عشر يقول والرب كشف وزن ساموئيل قبل ما جيه شاول بيوم ده شاول لما دخل المدينة لحد لما قابلك ساموئيل أخد أسبوع ومن قبل كده عمال يلف على القتال لو قول كل بلد أسبوعين بقال له طعا شهر وشوية عمال يلف هو ربنا عمال يدبر عمال يرتب عمال ياخده من البلد دي من بلد عمال يدبر للأمور لحد لما قبل ما ييجي شاول بيوم ربنا كلم ساموئيل قال له خد بالك هيقابلك واحد بقى بكرة صفته كده 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 هو ده بقى اللي هتاخده وتعمله ملك فساموئيل لما قابل شاول أول مرة كان ساموئيل عارف إن ده رجل الله عارف إن ده الملك اللي اختار ربنا كويس غدا في مثل الآن غدا في مثل الآن زي دلوقتي أرسل إليك رجلا من أرض بين يمين فامسحه رئيسا لشعبي إسرائيل فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين لأني نظرت إلى شعبي لأن صراخهم قد جاء إلي شفتوا كم مرة كلمة شعبي جاءت في أي واحدة معناها إيه دي عايزوا ليه عايزوا ليه ولادي برضو مش هتخلى عنهم هم رفضوني ومش عايزيني أملك عليهم لكنهم لسه شعبي لسه ولادي لسه حبيبي مهما غلط لسه لي مكان في قلبك يا رب مهما غلط مهما بعيد أنا لسه ابنك أنا لسه من شعبك أنا لسه بتاعك لسه ملكك لسه لسه أخصك لسه أمري يهمك صح كده وده يدينا رجاء صراخهم قد جاء إلي فلما رأى صمويل شاول أجابه الرب لما صمويل أعرف بقى أن ربنا أجابه الرب هو ذا الرجل الذي كلمتك عنه هذا يضبط شعبي أه أول ما شافه أحرب بنا مكانه مرة تانية وده تأكيد بص هو ده بقى وده ينم على حاجة كمان علاقة حلوة قوي ما بين صمويل وصمويل ده وده أنا مفتوحة من زمان من زمان من ساعة ما كان لسه عاجل صغير وقعادي يا ربنا هندي عليه فاكرين لصح ده فاكرين أنا كنت معك في صح ده برضه قعادي يقول له ايه 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 اتكلم يا ربنا عدك سامة أتاري بقى وده أن صمويل دي مفتوحة خالص وعلاقته بربنا دي يعني حاجة بيش بعد كده فاكرين نكلمه بالليل وقلنا هنكلمه بالليل مثلا هو بيصلي وخلاص ريع ما لما هو لئ أول ما شافش هاول فراح ربنا نكلمه تاني بص ماء هو ده هو ده هو ده ما تلك عليه في علاقة كده في حاجة كده جميلة أصحاب أصحاب أبه وابنه صح كده ده بيعلمنا هنقرأ كتاب عشان نتعلم ازاي نتعامل مع ربنا صح في علاقة حلوة علاقة ود أخد وعط أنا وصلت العديد الكام أيها 18 17 بقوله بقى هو ده الرجل الذي كلمتك عنه هذا يضبط شعبي ده اللي هزبطهم بقى فتقدم شاول لسامويل في وسط الباب وقال أطلب إليك اخبرني أين بيت الرائي فأجاب صامويل شاول وقال أنا الرائي إصعد أمامي إلى المرتفعة فتأكلها معي اليوم ناخد بنا من حاجة الأكلة الزبيحة على المرتفعة دي مش لكل الناس استفقنا صح هنا شاول دعاء سامويل دعاء شاول كوي وكمان مش أي حد من المدعوين اللي بيدعوا دول دولناس ليهم صفة اجتماعية معينة ناس من عيلة القوم شاول ده بقى هنعرف بالزبط النسب اللي تذكر في الأول ده يطلع إيه بالزبط يطلع وضعه إيه في إصرائيل شاول نفسه هيقول خليكم معنا ولكنه أخذ أول قرامة إن سامويل دعاء عشان يأكل معاه إصعد أمامي للمرتفعة فتأكلها معي اليوم ثم أطلقك صباحا وأخبرك بكل ما في قلبك هقولك على كل حاجة أنت جاء عشان تعال بس ناكل الأول الزبيحة دي ونقدمها وأما القطن تضل لك بص باشا سامويل عارف منين ربنا بيكلمه والروح القدس بيكلمه أما القطن تضل لك منذ ثلاثة أيام فلا تضع قلبك عليها طنش ما تسيبها كويس لأنها قد وجدت ولمن كل ولمن كل شهية إسرائيل أليس لك ولكل بيت أبيك أقولك على حتة في النقطة دي قال بيش أول كان فين في حتة صغيرة قد كده اسمها الحمارة بتاعتي لكن ربنا كان شهيل له ملك ملك هو ده ده برضو احنا حن برضو حن أنا بقى مركز في حتة صغيرة قد كده ضعت مني بس ربنا شهيل حاجة تانية ده هو ضيحها عشان يقابلني عشان يدبر إنه نخرج من بيت أبويا وأفضل أدور عليها كذا شهر حد للموقات قابل مع النبي وأكلم وهو هيكلم النبي يقوله إنه هم ده تدبير تدبير ربنا هو اللي بيدبر حياتنا فتلاقي بتلاقي فيه حاجة راحت منك ما تزعلش عليها دي خطة دي خطة خليك أحكم من كده قل له فين اللي تشعلها لي يعني الحكمتك فين وريني ما تزعلش عليها أشكره اللي روح منك ده أشكره ما تتركسي في حاجة صغيرة قد كده هو شليه حاجة كبيرة اللي راحت راحت أشكره ليه هو عايز يدي لك حاجة أكبر وأعظم لأنه أب في الأول وفي الآخر أب صح فهو هيدي لك حاجة أكبر إيه الأكبر ما أنا عارفش بس هجي في السكة إيه لا هي بيدبر نعم دي أعظم حاجة دي فيه أعظم من كده ولمن كل شهية إسرائيل أليس لك ولكل بيت أبيك الحتة دي بيقوله إيه بيقوله يعني يعني هو دي شاول مش فاهم هو بيقوله ده كل حاجة شهية فيك يا إسرائيل ده ليك والبيت أبوك طب ده شاول ده ده شاول ده ده رجل ده غلبان ده غلبان أغلب من الغلب ده بالنمين ده أصغر صبت فيهم كويس أصغر صبت من جهة وناخد بنا من نقطة برضو في ترادشنال يعني في وقت شعب إسرائيل الكبير في السن يبقى كبير في المقام كم واحد لعيال يعقوب كم واحد برافو اتناشر اتناشر مين أعقل لهم كرامة رقبين الأولاني البكر ده أعقل لهم كرامة في وسط إسرائيل كويس مين أعقل لهم كرامة عياله منسة ومين وفرايم قبل فرايم قبل فرايم كان فيه مين أصغر من يوسف مين بني أهوة ده فده أصغر واحد في عيالك ياعقوب يعتبر أصغر صبت وده أقل لكرامة بالنسبة للشعب اليهودي أقل لحاجة كويس لأنه أصغر واحد ما عافش علاقة السن يعني بالكرامة لكن ده كان ترادشن موجود فأجاب شاول وقال بص بقى هنعرف شاول بقى نفسه هيقول كده بقول وأما أنا أما أنا بنيميني من أصغر أصباط إسرائيل وعاشرتي كمان العيلة بتاعتي كمان أصغر عيلة في بنيميني يعني أنا أصغر من أصغر حاجة في الدنيا أصغر كل عشائر أصباط بنيمين فلماذا تكلمني مثل هذا الكلام أنا أطلعي هنا أنت بتكلمني الكلام ده كبير قوي علي أنا أصغر أقعد شو كبالك ولا إيه ده انا في أصغر سبت وعيلتي أصغر عائلة في السبت ده فأنا أصغر 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 حاجة بس هو ده ربنا هو ده ربنا الشعب يبص الأطول واحد واحسن ومعظم واحد الشعب يبص مين للوجه والعينين لكن ربنا ينظر فين للقلم والظهر دي طريقته حتى برضه في العهد الجديد لامتده اختار جهال العالم اختار الصيادين والناس الغلاب هم دول اللي بدأ حد عارف عارف عيشت الصياد إزاي غالبان جدا تفكيره وامكانياته كل حاجة شبكة ورميها يفضل إيه على جنبه يعني خالص خالص بسيط خالص طب هم دول يا رب هتستخدمهم هم دول هايخزوا العالم هم دول الرجل ده بس ده طويل وحلو هياعجب الشعب طويل وحلو هياعجب الشعب الزاد بس ده ما يعرفش أي حاجة في الدنيا أنا مش بختار المؤهلين لكن بأأهل المختارين كل ما تشعر أنك صغير ربنا يستخدمك كل ما تشعر أنك صغير ربنا يستخدمك بس ناخد بالنا من نقطة صغيرة خالص من نقطة صغيرة خالص أحيب أوضحها دي فيه فرق ما بين التواضع وبين صغر النفس فرق ما بين التواضع وصغر النفس إيه هو التواضع ماري سحاء قال أخاه فاتكلم عن التواضع كمان يتكلم عن الله لأن لو فصلنا التواضع عن الله لو فصلنا التواضع عن الله ما نقدرش نعرفه فالتواضع هو رالله هو صورة ربنا نزل بتاعه ونزل يرضى يلبس الجسد بتاعي هو ده التواضع ده المسأل بتاع التواضع مهما تقوم تتكلم تقول هو التجسل هو ده التواضع صح؟ طب أنا إزاي أوصل له هقول لك على نقطة صغيرة خالص تعرفها تعرف فرق كان الشيطان بيقول لك أنت وقع في صغر نفس ولا أنت فعلا إنسان متواضع أو ما تلاقي نفسك بتقارن نفسك بخوك اعرف أن أنت صغر النفس لأن مش الهدف أنك تكون زي أخوك ولا أعلم منه ولا أقلم منه الهدف مش كده خالص كل واحد في حضراتكم ربنا خلقوا لقص لميشن أيوة كل واحد لي خطة ولي رسالة مختلفة كل الاختلاف عن القاعد جنبه حتى عن أهل بيته كل واحد جوه أهل البيت لي رسالة معينة حتى التوأم كل واحد فيهم لي رسالة لي خلق ولو ربنا ما كانش خلقه كل واحد فينا ربنا داله حتة منه مش خلقنا على صورته مثاله كل واحد فينا ربنا داله حتة منه اللي اسمها إيه سماها بروس الرسول قامت ملء الله قامت ملء المسيح هي دي الحتة اللي ربنا الدهاني كويس الحتة دي اتواجدت فيها امتى يوم خرجت من جورن المعمودية أو بمعنى أدق بالصليب وانس حصل الصليب حصل اتفتحت السماء وابتدى الانسان يكون مؤهل بدم الصليب يحل فيه الروح القدس لحد وقت شاول ده كان الروح القدس بيعدي يحل عليه يقول له ويمشي وكانش يحلها لأي حد كان برضو المدعوين اللي هما مين القضاء والأنبياء والملوك بس الغرض معين يخلص الغرض يسيبه ويمشي إنما وانس أنا خرجت من جورن المعمودية في القهد الجديد بعد الصليب أصبح أصبح الإنسان الله سر أن يسكن في الإنسان حب الإنسان حب أرشاليم وراضيها مسكناً له مين أرشاليم أنا وحضراتكم الكنيسة اللي هو مين هم احنا كويس حبا هو يسكن فينا بإيه بنعمة روح القدس يسكن بقى جوا مش يحل ويمشي يحل ويمشي لا قاعد جوايا وعمل عمل من قلبي هيك اللي خلاص كده طيب وظفتي إيه أو صقل إمتى عارف إن أنا متواضع لما يتوجد في أعماقي الفكر أو المقارنة ما بين الصورة اللي خرجت عليها من جورن المعمودية والصورة اللي موجودة على ها دلوقتي أو الهاتين وإحنا خرجين من جورن المعمودية هي دي الصورة اليوم اللي خرجت اتعمدت فيه هي دي الصورة البرفكت لكن إن اللي بيحصل إيه إن اللي بيحصل تشوه في صورة المسيح دي اللي هو حطها جوايا كويس نتيجة الخبرات بتاعتي نتيجة علاقاتي نتيجة التربية الغلط نتيجة المجتمع اللي عايش فيه مئة ألف حاجة لحد ما وصلت لنهاردة طب أنا النهاردة فين من الصورة دي يا رب دي نعمة تنزل من فوق من عند ربنا ما يدهلكش غير وإنت في عمق الصلاة وإنت في عمق الصلاة ما يدهلكش كده دي نعمة ولازم تحارب عليها ولازم تقاوح ولازم تقاوح أنا فين ماذا تريد يا رب أن أفعل ولازم تجاهد فيها جدا جدا هيكشف لك في أعماقك يقول لك أنا كنت عايزك كده وإنت في عدة دي ويكشف لك حيطة بسيطة تبتيت تبع عنها حيطة كمان تبع عنها حيطة كمان تبع عنها وهكذا 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 قد ما تتغير إلى تلك الصورة عينية إلى قامة ملء المسيح تلك الصورة اليمين الصورة اللي خرجت فيها من كورن المعمودية هو ده الهدف ساعتها تقول عن المنساء متواضع تقول أهلا ما يقول لك يا عم أنت أنت وفيك 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 مخك على طول يروح فين أيوة مخ على طول يروح للصورة اللي خرجت عليها فأنا بقارن نفسي بنفسي أو نفسي بالهدف لربنا خلقنا عشانه كويس ده سمو التواضع أول ما تلاقي نفسك بقى قارنت نفسك بالقاء جنبك أعرف أن ده صغر نفس ده من الشيطان ليه ليه هو ليه سكة وأنا ليه سكة ربنا مش محدود ربنا ليه نهائي كل واحد فينا دي حتة من ربنا حتة مختلفة عن التاني مش زي التاني ولكن خلق صوابعنا شبه بعضها ليه صوابعنا مختلفة عشان يقول لك ما تقارنش نفسك بخوب أنت لك وظيفة وهو ليه وظيفة وانتو يتنم مع بعض ليه كن وظيفة مختلفة خلعينك علي خلاص طب نرجع لشاول شاول قال له إيه قال له أنا بن يميني من أصغر أصباط إسرائيل وعشرت أصغر من كل عشائر أصباط بن يميني بتاعتها بن يمين فماذا تكلمني بهذا الكلام؟ هل شاول هنا متضع ولا صغير النفس؟ هو هنا شاول بيقارن نفسه بالله ولا بيقارن نفسه بحد تاني؟ شاول هنا بيقارن نفسه بربنا ولا بيقارن نفسه بحد تاني؟ بحد تاني وإنه لما يقارن نفسه بحد تاني بيبانا بعمل إيه؟ صغر نفس صغر نفس وهو صغير النفس ربنا ردي يشتغل به وقالها اقاوم ده اول ما اتكبر وقال لا انا مش هسمع كلام سمويل وابتدى هو يقدم هو بنفسه للزبيحة هو هنا مش مستحق حتى انك تدعيني وتقول لي الكلام ده فاختاره بس بعد ما هييتكبر هيسيبه عرغم انه هو هنا صغير نفسه معواج انسان المتضع باختلاف بقى بالاختلاف بتاع داود لما يجي وقت داود هننكلمكو الفرق بينهم باختلاف داود خالص خلاص كده العد 22 المنسك اللي هو المكان المكان اللي بيحصل فيه النسك كويس؟ المكان زي الآلاية بتاعته كده يعني غير مرتفعة المنسك ده ده المكان بتاع صمويل مكان القلاية كويس؟ اه القلاية ما اللي بيحصل في النسك وعطهم مكانا في رأس المدعوين المرتفعة دي دي الزبيحة يقدم فيها الزبيحة بس المكان بتاع المنسك ده ده فيه ترابيزة من بره الوليمة قاعدين بقى والناس المدعوين وبعدين حطه في الرأس اللي بتحط في الرأس ده مين؟ اللي بتحط في الرأس أي أعدة ده مين؟ الريس كويس؟ فهو حطه في الرأس خلاص ربنا اختار ده يبقى ملك خلاص يبقى هو ملك خلاص ربنا قال كويس؟ فحطه في الرأس عرغم الإشارة المش عارف وهم نحو ثلاثين رجلا ثلاثين واحد عادين بس هو حطه في الأول وقال سمويل للطبخ هات النصيبة التي أعطيتك إياه يعني زي ما تقول سمويل كان متفق مع الطبخ يعني إن في حتة معينة هيديها للرجل ده حتة كبيرة كده كويس؟ أعطيتك إياه الذي قلت لك عنه ضعه عندك حطه فرفع الطبخ الساق مع ما عليها واجعلها أمام شاول فقاله وزم أبقى ضعه أمامك وكل لأنها إلى هذا المعاد محفوظ لك من حين قلت دعوت الشعب يعني عايز أقوله كل حاجة بترتيب أنا شايد لك الحتة دي ليك أنت وأنا عارف أن أنت اللي جاي كويس؟ وسايد لك دي كل ما تخافش كل كويس؟ فأكل شاول مع سمويل في ذلك اليوم ولما نزلوا من المرتفعة نزلوا بقى من المكان ده إذا المدينة تكلم شاول على السطح فدل يكلم مع شاول والأبقاء بيقولوا يعني الكلام اللي تكلموا مع شاول ده زي اللي بيقولوا إيه بص بقى أنت مفروض تسلك بقى بوصاها ربنا وأنك بص العهد الشريعة بتاعت ربنا بتقول كده 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 وبدأ يدي له النصايح اللي لازم يعرفها كمالك إيه هي النصايحة يعرفها كمالك؟ كتاب ربنا عايز تملك؟ إيه يا ركتاب ربنا كويس؟ على السطح وبكروا وكان عند طلوع الفجر أن صمويل دع شاول عن السطح قائلة كم فأصرفك فقام شاول وخرج كلاهما هو صمويل إلى خارج وكأن حيثة الفجر دي وأن الصبح باكر دي وكان برضو رب المجد كان يصحى باكرا جدا مقبولة قوي عند ربنا مقبولة قوي حيثة يعني تصحى بادري شوي تصحى بادري شوي ووعد تكلم معاه يصحى لك نص ساعة ولا حاجة ووعد تكلم معاه بيفرح قوي بالحكاة دي دايما عيثة الباكر دي ما يفوتهاش يعني كان ممكن يقول إيه فقامه وخرج خلاص لكن يقولك باكرا جدا عايز يقوله لا ده كان موضوع واخدينه سيريس بجدية باكر وليه باكر إليه يا جدني وكان المسيح برضو يقول وباكرا جدا خرجه وراحي على الجبل عشان يصلي وبعد ما قضى الليل كله برضو خرجه بادري جدا رحيتة بادري دي ليها معاذ خاصة كده عند ربنا فخلي لك وقت الصبح بادري كده يعني يعني الزيادة عن الروتين اليومي بتاعك بس هبتدي حاجة زغيرة كويس عشان هبتدي بها علاقتي معاك يا رب فقام شاول وخرج كلهما هو وصمويل الخارج وفيما هما نزلان بطرف المدينة قال صمويل لشاول قل للغلام أن يعبر قدامنا خلي الغلام هو واضح أن شاول والغلام دول كان مع بعض لأنه مش واسق في نفسه فكان معتمة داما على الغلام فقال لبصي وقال لك ايه فضك من الودة مسي قدامنا شوية عشان فيه كلمتين مهمين هقولك عليه كويس فمشاوا قدام وأما أنت فقف الآن فأسمعك كلام الله ونخبرنا مع حياتة قف الآن قف الآن يعني موضوع جد سيريس عشان كده الشامس يجي في الواحدة يرى الإنجليل يلقفوا بخوف أمام دا ربنا هتكلم مش هابل ربنا هتكلم مش ماتخدهاش سيريس ماتخدهاش كده يعني إيزي اخدها سيريس دا ربنا اللي بيتكلم مش حد مش حد مش أخويا لا دا ربنا اللي بيتكلم دا بويا بيتكلم أقف بقى كده وأقف معك كلام الله إيه المسجل نطلع بها من الصح ده هياخد بقى قنينة بتدي يدهنوا صح العاشو دمعتنا في الحال اللي جاي إيه المسجل نطلع بها من الصح ده ها مين أخد إيه يا السلام التك على ربنا كويس التانية ها ها القدس طبعا التك على ربنا وقدس ها ايه تاني إيه المسج اللي خدته هاخد أو أنا هاخد أنا هاخد حتة دي أوكي أنا هبكر شوية شوية زيادة علش نعمل علاقة معاك خلاص حلوة دي كمان ها طبعا ايه ايه كمان أيوة تضعوا صغر النفس تضع دي حاجة مهمة جدا تيأجب برمسج نخدنا من هنا تضع دي حاجة مهمة جدا 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 من غيرها مش هنشوف ربنا تضع هو ربنا عايز شوف ربنا جواك لازم تكون متوضع تبا تكون متوضع ازاي دي نعمة ربنا يدهالك لما تطلبها دي نعمة ربنا يدهالك لما تطلبها خد ناخد تدريب دي ناخد عندنا تدريب الناس هابدل شوية نعمل ايه هنطلب التواضع عرفني يا رب فين طريقك عرفني فين طريقك عرفني أنا فين منك فين من الصورة اللي انت خلقتيني عليها مش لازم موريك تدبيراته دلوقتي ولا حكمي يعني خليني يا درقتي خليني أعرفني بس وانس ان هو ادهالك التواضع اللي من عنده اللي من عنده هتكتشف حاجات تانية خالص هتكتشف حاجات تانية خالص وهتبقى حور من اعماقه الهن المجدد دائمي حد عنده اي سؤال اي سؤال يلا نصلي اللي من عنده هتكتشف حاجات تانية خالص